بسم الله لا يسوف الخير إلا الله بسم الله فاسم فسوال إلا الله الحمد لله الذي يدكر برغمته وجلاله والسلام للأتما للأحملان على سيد الأولين والآخرين سيد الزاكرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والا حق قدره ومقداره العظيم أيها الأحباب والإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأحباب الكرام إن من أحسن ما يجم على المسلم إسلامه والعناية به القلب فإن القلب هو أساس الأعمال وعصر حركات البدن وهو للبدن بمصابة الملك لجندي فإن سلح القلب سلح فإن صلاح القلب سلام البدن وإن فسد القلب فقد فسد البدن وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحتم بإسلام القلب غاية الاتمام وكان يضاوي أضال أمراضه كالحسن والبقد والكذب والغيبة والنميمة وغيرها من أمراض القروب إلى آفية القروب ويواصي أصحابه بأن يعتنوا بقروبه في أهاليس تصيرة جدا فكان دائماً صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم إني أعوذ بك من قلبي لا يخشى اللهم نبك قلبي كما من الخطايا كما ينقص الصوف العبيل من الدنس أيها الأحباب إن سلاح البدن كله يتمحور حول سلاح القلب لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مدغة إذا صالحا فقد صلاح للجسد كله وإذا فصلت فقد فسد الجسد كله وعلموا أيها الإخوة إن من أخصر الطريق إلى الله وأوسائها لإسلاح القلب أن تكون مع الله ولن تكون معه إلا أن طريق واحد ألا وهو الذكر وخصرته تدل على ودور العبد مع الله في جميع أحيانه لأن من أحب شيئا أكثر بذكره والله يحيمن على قلب ذاكره ويخرج كل شيء منه بهذه لا يكون معه تبارك وتعالى إلا أن أصلح ما هو الأصلح لقلب الإنسان والله تبارك وتعالى إذا تحيمن على قلب العبد يخرج كل شيء من هذا القلب لأن الله تبارك وتعالى بردوبيته وأزمته لا يقبل الشركة ولا يمكن لقلب القلب الذي خل الله فيه أن يكون فيه هذا القلب برد وحسن ومرض من النفاق لأن الله تبارك وتعالى يعانو دائما ولا يقول عليه ولذلك إذا كان الله تبارك وتعالى تحيمن على قلبك فعنت من الحسن معين بإذن الله تبارك وتعالى وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدس إن أرضي وسمائي ما وسعني ما وسعتني ولكن وسعني كان أعبديا من المؤمن حكذا يقول المصطفى كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدس أيها الإخوة إن الذكر يقول دائما أحيانا بالاستقرار وأحيانا بالتصريح وأحيانا بالحوط بالحيق التي وأحيانا بالحيل التي وأحيانا بكسرة السلامة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه Pearce والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ea and Rachael يصلي ويقول أبدل ما قلتو سينا والنبيوا من قبل لا إله إلا الله أبدل الأذكار كلها أول لا إله إلا الله محمد و痊ف الله صلى الله عليه وسلم و يقول الله سبحانه وتعالى في الحدث التحذي لا إله إلا الله محظوهassemb وكائم ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله تفلك ويقول عيدا النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله حتى يقال مجمول وقد نقلب أولانا شيخ الإسلام سائب الفيضة عن هذه قرار إنجاز التابين حيث ذكر عنا أحد السوفية يذكر سلاسة عديات في فضل لا إله إلا الله ويربب المسلمين على قسبة قول لا إله إلا الله حيث يقول أَوَا كُفْرٌ لِلَّهِ أَمْقَالَ عَبْدُ الْمُقْلِسَا لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ أَوَا لِسْتَغْفَرَ الْإِلَهِ وَالْجِنْ مِنْهُ قُفْرَانَ بَاجَلَتْ يَدَاهُ إِنْ يَكُنْ زَاياَ أَيُّهَا الْنَّاسُ قُفْرًا فَالْزَبُ الْكُفْرَةَ أَوْلُوا ورّواء الإمام البخاري رحم وكرد ملا يجب أن يترى من قال لا إله إلا الله وفي خلف وفره من خير ويقرد من النار من قال لا إله إلا الله هو في قلب وفره من خير انتقو بلا حال الحيث الذي يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أزمة لا إله إلا الله وفضيلة لا إله إلا الله ولذلك يقول مولانا الإمام القرعي الذكر خير وأنث تستنيه له فهو الذي بقوص القلب بقوص القرب يستيقع ويقول عبد المسكين الضعيف الذكر قوص القلب يستيقع لله فالزاكرون به ترطى قدره دربه بقوص غرض قرب ذكيره يعنس به وسفد به أحواله عجب به فالله كان جليسه يختاره دوما ويسترعي به ناروا بذكر الله فأكمرهم سيقوا إليه سفد به وجدالهم أقول قوله هذا وأستقنوا الله لي ورأكم فاستقنوا يا فوز المشترك 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 ويقول أخبرنا الله تبارك وتعالى تتابي العديد يقول وقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا ينسل السماع عليكم بدرارا وينجدكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جلات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلفكم أكوارا ألم تروا كيف خلق الله سواء سماوات المقا حقظ الله تبارك وتعالى ينجبنا أن نكثر من الاستغفار لأن في الاستغفار كل مقاومات الإيمان وفي الاستغفار كل ما تطلبه وفي الاستغفار جناً أينا أمرنا نسألوا أن ترضقنا من كسرة الاستغفار أيها الإخوار والأحبار لا تنصروا بفضل السلاة والسلام على سيد الأخيار بين الأركار فإنها باب المؤمن إلى حضرة واهد القافة فورب السماء والأرض إنها لا سبرة للمنتقي وعلامة تدل على الصالحين أقصروا من الصلاة على رسول الله سيدنا مرلانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وخاصة في هذا اليوم الأخر ألا وهو يوم الجماء وقد قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أقراركم من نيمة لسن يوم القيابة أقصركم علي سلاة وقال عيدا زيموا مجالسكم بالسلاة علي فإن سلاةكم علي نور منكم يوم القيابة وقال صلى الله عليه وسلم ومساين على سيدنا محمد وعلى إلى سيدنا محمد أهلاً الله منصور الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ونبر أعداء فأعداء الدين وعال بفضلك كلمة الحق والتوهيد الله منصور ما نسر المسلمين ونصور ما خذل المسلمين يا قبيل يا متين يا عبد يا جبا يا رب العالمين الله منصورنا نقشاك حتى كأننا نرى وعسئلنا بتقوى ولا تشكنا بمعسيتك يا رب العالمين وفر لنا فيك ذلك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نقشل تأخيل ما أجل ولا تأخيل ما أكبر وجعل اللهم دنانا في أمسنا ومجعينا بأصماكنا وعرصالنا يا رب العالمين ما أداما يا رب العالمين ما أحييتنا إلهنا ومولانا رب العالمين أباد الله إن الله يعوه بالعدل والإنسان وإنتا إزنقه وغيرها للفحشاة والمكرم والبغري يعيش من الله في تتكون إن لا سلاة تكون يا حمي والأحمد الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر